كيف نختم العامة لجلي 48 ساعة وكيف نبدأ العامة الجديدة خلينا محمد بي أقول لحضرتك إحنا دايما لما بنسأل بعض وإحنا بنتكلم أسأل حضرتك أخبارك يا محمد بي فتقول ليه تمام نسأل إيه الأخبار تمام الحمد لله فهنختم السنة بإن إحنا نتذكر التمام وحسن الختام إزاي نتذكر التمام وحسن الختام نصلى على سيدنا النبي في آية جميلة نزلت على سيدنا النبي في شهر الله المحرم أو شهر الله الحرام اللي هو شهر ذو الحجة اللي إحنا فيه الآية دي نزلت على سيدنا النبي في حجة الوداع في الحجة الوحيدة والفريدة اللي سيدنا النبي حجة الآية دي بتقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة كل شيء في الدنيا ليه تمام السنة دي تحتم وحتخلص بعد 48 ساعة زي ما حضرتك قلت ازاي نختمها بحسن الخواتيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كلنا ان الانسان يطلب من ربنا سبحانه وتعالى دايما حسن الخاتمة حسن الخاتمة في تفصيلات حياته حسن الخاتمة في عمره كله حسن الخاتمة وانت بتشتغل كل يوم ازاي تختم يومك باللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى دايما الانسان مننا لما يروح يخلص ورقة محمد بيه اي مصلح حكومية يقولوا اخر حاجة روح ايه الختم فالختم الحقيقي انه تطلب من ربنا انه يتم علينا النعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك التمام وحسن الختام حسن الختام هيبقى ان الانسان يحاسب نفسه سنوات كتير اوه بتعدى يا محمد بيه يا ما سنوات عدت علينا يلا بينا السنة دي تبقى سنة مختلفة سنة 1444 هجرية تبقى سنة مختلفة تستقبلها كده بشيء جميل تستقبلها بامل تستقبلها وانت مقبل على ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه منه الجميل ان يعلم الصحابة اذا يتعلقوا بالحدث ده لتلات حاجات احنا عشان خاطر نطلع من الهجرة بتلات حاجات مهمين جدا واحد البناء الايماني عشان نطلع من من شهر الله المحرم ونختم شهر زلحجة ونبتدي السنة الجديدة البناء الايماني والبناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي والعسكري والسياسي سيدنا النبي عمل ده بالزبط في الهجرة سيدنا النبي ساب بلده ولكن سابها وبيحبها وعنده تعلق ليها ده درس لينا النهاردة سيدنا النبي اثر الايمان ولكن عنده محبة الاوطان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اثر الاوطان ولكن عنده محبة لله تبارك وتعالى واستجابا لأن ربنا سبحانه وتعالى قال له إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا شيكا غصب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطلع ويسيب بلده ويسيب مكانه ويسيب مكة المكرمة ولكن درسه يعلمنا وسيدنا النبي خارج على مشارف مكة ساب رسالة كلنا بنرددها وبنقولها قال والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى الناس ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت إذ أخرجه الذين كفروا لما اضطر النهاردة في حياتي أقع في مشكلة نسقط على وقعنا ونخرج من مكان أو أغير مكاني أو أروح مكان تاني لازب عندي تسليم ورضى وارضى بمقدور الله وحط أدامي بعض الصبر جبر لا تحزن إن الله معنا سيدنا النبي بقى لما استجاب لأمر ربنا وهاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أول حاجة عملها خل الناس تتصل بربنا سبحانه وتعالى وده درس مهم جداً النهاردة يا محمد بي يا جماعة اللي عايز يهاجر لربنا سبحانه وتعالى الهجرة ما توقفتش الهجرة ما انتهتش الهجرة دايماً فيها ساعة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً يعني هيستفيد مراغماً كثيراً وساعة تصور مكة كان فاهم مشاكل وسيدنا النبي صبر وقعد 13 سنة وطلع للطائف وأغب بالأسباب لكن لما طلع لساعة المدينة المنورة وطيبة النهاردة الألوب بتتعلق باللتنين بتتعلق بمكة وبتتعلق بالمدينة وإحنا لسه جايين كنا نقول للحجاج مكة لأن فيها الجلال لأن فيها ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربنا ذكرها في القرآن وهذا البلد الأمين وربنا ألفحها فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم شوف إحنا لسه جايين لو حد قال دلوقتي يلا طلع عمرة هنروح لأن الألوب بتهفوا بتحب مكة المكرمة التانية المدينة المنورة فيها الجمال جماله من؟ جماله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلم يتعلق بالبناء الإيماني إن سيدنا النبي أول ما دخل المدينة بنى المسجد خل الناس تتعلق بربنا المسجد على عهد سيدنا النبي محمد بيه ما كانش مسجد بس للصلاة والعبادة زي ما احنا مثلا ممكن كان اللقاء الدائم نعم كان اللقاء الدائم للتشاور كان اللقاء للقاءات الثقافية كان فيه أهل الصف قاعدين في المسجد بيأكلوا واشربهم كان فيه لقاءات للتعليم والتدريب والتثقيف والتوعية الحقيقية أنا في البيت بقى أحتفل إزاي؟ إنت في البيت نحتفل إزاي؟ أولادنا لازم نجمحهم محمد بيه النهاردة حضرتك في البداية سألتيني وقلت لي حاجة مهمة جدا الجيل الصغير محتاج رسالة ببساطة جديدة حكي له الهجرة كأنها حدوتة كأنها قصة جميلة قوله النبي قعد والصحابة قعدوا في المكان ده 13 سنة وهجروا بعد كده بأمر من ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي برضو اختار في الهجرة ناس معاه مهاجرش لوحده ده درس بيعلمنا تيمورك أو العمل الجماعي سيدنا أبو بكر كان صاحب لسيدنا النبي عبدالله بن قريق كان دليل علي بن أبي طالب علشان خاطر يرجع الأمانات لصحابها السيدة أسماء كان لها دور المرأة النهاردة وإحنا بننادي وبنقول كان لها دور كانت مسكة وزارة التموين والإمداد كان بتمدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه عامر بن فهيرة قائد سلاح التمويه والإرساء واللي بيجيب المعلومات أغلى شيء في الكون الفكرة والمعلومة سيدنا النبي خطط الهجرة كأنها معركة كأنها شيء كبير أو لأنه أعظم حدث في تاريخ الإسلام والمسلمين هي الهجرة لأنه غيرت لذلك أحد المستشرقين الغربيين يقول قد استطاع محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ترك مكة المكرمة وهاجر إلى المدينة المنورة وبنى فيها الثلاث حاجات دول البناء الإيماني والبناء الاجتماعي والبناء السياسي والاقتصادي والعسكري قد استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يبني أول دولة مدنية حديثة في الإنسانية وفي البشرية كلها شوف أركان الدولة كلها موجودة اتصال بربنا اتصال مش للمسلمين بس لا ما هو دخل لا فصائل ده الرواية بتقول أكتر من 17-18 فصيل يهود والمهاجرين والأنصار وغيرها من الفصائل كل ده موجود ربنا قال في حقهم للفقراء المهاجرين على فكرة محمد بي الصحابة اللي هاجروا مع سيدنا النبي ما كانوش فقر فلوس كانوا فقر بالتذلل والاستجابة والصمع والطعر ربنا عشان محدش يفكر ان الصحابة او سيدنا النبي هاجر من مكة عشان خاطر الظروف كانت صعبة وبس لا ده استجابة الامر ربنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعا فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا طلعوا وهو غصب عنهم من ديارهم ايه ده وفي حد فقير عنده بيت واموالهم في فقير عنده فلوس يبقى وكانوش فقر من مدعي الدني ده كانوا فقراء الى الله للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ليه يا رب اليبتغون فضلا من الله وردوانا انت النهاردة في حياتك اليومية لازم تجدد النية في كل تفصيل من حياتك اننا بعملها علشان خطر ربنا قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله يبتغون فضلا من الله وردوانا مش بس كده وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون تب والناس بقى اللي استقبلتهم استقبلتهم ازاي محمد بيه الناس اللي استقبلتهم في المدينة والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم قعدين يحبون من هاجر اليهم الحب لازم يرجع لقلوبنا علشان ننال الوحدة والتكاتف والاعتصام والامل اللي سيدنا النبي صنعوا في المدينة يحبون ده فعل ايه مضارع في ديمومة واستمرارية مش هننجح يا جماعة لما نحب بعض بجد نحب الخير لبعض ونخاف على بعض ونبقى زي المهاجرين والانصار والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ومش بس كده ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوته تصور الناس دخل عليه كده ولا معها اي حاجة وظروفهم صعبة ولكن في ايثار في عطاء في اثر عشان هدف واحد ورسالة واحدة حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وان رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشع نورها من المدينة لاجواء الدنيا كلها احنا عاديين في 22 النهار دهوات وبنستشر في سنة هجرية جديدة وبنتكلم كلنا في حب سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم